السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن كيف أعرف أن حملي سليم بدون صنار إليك العلامات والأعراض التي تظهر في حال كان حملك سليم من أبرزها ما يلي الغسيان تواجه النساء الحوامل منذ بداية الأشهر الأولى مشارة الغسيان والقيئة وعلى الرغم من أن حدوثه في أي وقت من اليوم إلا أنه يتزايد في فترة الصباح اتنين تأخر أو غياب الدورة الشهرية من أكثر أعراض الحمل شيوعا نذكر تأخر الدورة الشهرية فعند انغراس البوايدة المخصبة في جدار الرحم يبدأ الجسم بإفراس الهيرمونات التي توقف عملية الإبادة وتمنع حدوث الدورة الشهرية تلاتة الإمساك تعاني الكثير من الحوامل من حدوث إمساك خلال الحمل وعطة ما يحدث بسبب ارتفاع هيرمونة برويستروم في الجسم مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم وحدوث إمساك أربعة ألم السادي في معظم الحالات قد تشعرين بألم في السادي وهذا الأمر يعتبر طبيعيا في الأيام الأولى من الحمل وقد تشعرين أن ساديك أصبح أكبر أيضا بالإضافة إلى قسرة التبول تجد الحمل نفسها تتبول أكثر من المعتاد وذلك نتيجة لازدياد إنتاج الجسم للسوائل وحدوث تغيرات على الرحم مما يزيد الضغط على المسان وأيضا زيادة الإفرازات المهبلية نتيجة لزيادة هيرمونة الإستروجين في الجسم تصاب الحمل بزيادة في الإفرازات المهبلية وقد يستمر نزول هذه الإفرازات طوال فترة الحمل وتكون طبيعية في حال لم تكن مصحوبة برائحة كريهة أو حكة وأيضا الإصابة بالصداع والتعب والإجهاد والوحام وكذلك التغيرات المزاجية والشعور بألم أسفل الظهر حيث قد تشعر الحمل بألم أسفل الظهر من اليوم الأول من الحمل وحتى الولادة ويعتبر هذا الأمر طبيعي في حال لم يكن مصحوب بنزيف أو تقلصة حد وأخيرا التقلصات في منطقة البطن تتعرض نوعزة من حوامل إلى التشنجات والتقلصات في منطقة البطن والتي تكون شبيهة بألم الضهر الشهرية ويعود السبب في ذلك إلى توسع الرحم في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريت تدعونا بلايك وكومنت وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ